سعيد كأمثاله من الشبان المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية يعترف بصعوبة وجود مكانة شماعية آمنة لهم في وسط مغربي مسلم ففي المغرب تدين الغالبية بالإسلام ولا يعترف المشرع بالمغاربة المتحولين الجدد من الإسلام إلى المسيحية فضلاً عن ذلك لا يقبل المتشددون بوجود هؤلاء الذين اختاروا ديانة أخرى ويصفونهم بالمرتدين عن الإسلام لا بل هناك من يتهمهم بالتبشير والتنصير نحن كمسيحيين من غربة ما كان مارسوش تنصير وحتى لك كانت هذه الحالات هذه الحالات ما عنش على أقل كنيسة ما يسمى بالكنيسة الوطنية بهذا التنصير ولكن المسيحية أو المسيح يعرف مفهوم التبشير ونحن ماشي نصارى وماشي منصيرين ولكن نحن مسيحيين انطلاقاً من هذا الكتاب عدم إثارة الجهات الرسمية لقضية الحقوق المدنية والدينية لهذه الأقلية دفع عدداً من المغارب المسيحيين إلى النشاط عبر وسائط التواصل الاجتماعي للتعبير عن حقهم في تغيير معتقدهم الأصلي دون التعرض إلى المضايقة أو البطش أحياناً وقد ساهمت بعض القنوات الإعلامية المسيحية في إسماع أصواتهم ومطالبهم ومغرمية حتى الموت حرية العبادة تسمية الأبناء أو الأطفال بأسماء يرتديها أولياؤهم تعليم الديني يجب أن يكون اختيارياً ربح شيء هو ما يسمى بالزيجات أو الزواج أنه يكون ليس بعقضاً شرعي ولكن يكون بالضرورة مدني أو كنسي إلى حد الآن تبقى هذه المطالب صيحة في واد في نظر المراقبين حيث اكتفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتثمينها لا غير فيما تقر عدة منظمات حقوقية بمشروعيتها إذا كنا نرى اليوم بعضاً من هامش حرية ممارسة العبادة بالنسبة للمسيحيين المغاربة فهو هامش غير مؤثر قانونياً ومهدد في أي لحظة إذن لا بد من حماية الأقليات وفي ظل الوضع القائم تامل الأقلية الصامتة من المسيحيين المغاربة أن تخرج من السرية إلى العلن في إطار الدستور والقانون وتلك قضية بيد المشرع المغربي لمجرد التوقيع على القرار الأممي الخاص بحماية حق كل فرد في اختيار معتقده فإن المغرب حسب المراقبين ملزب أن يعترف بوجود مغاربة غير مسلمين حتى يحقق أيضاً الانسجام بين كافة قراراته الدستورية والجنائية والحقوقية وحتى الدينية عبد الحي البقالي من داخل الكنيسة بروتستانتية الدار بيضاء ترجمة نانسي قنقر